موسيقى موسيقى أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة ويتجدد الموعد في زمنه الجديد الذي بات مألوفا موعد أكتوبر الذي عوض موعد أبريل بالنسبة لخروج تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية ثم صدور القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول الموضوع فما الذي تغير بين أكتوبر الماضي وأكتوبر الجديد وما الذي حملته مساحات الزمن بين قرار وآخر يرتبطان ويتشابهان لأن الجوهر لم يتغير والهدف الكبير للتسوية كما جاء في كل القرارات الأممية الممتعاقبة منذ سنوات يتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي كما أوصى به مجلس الأمن في كل قراراته منذ العام 2007 هذه مرتكزات الحل السياسي إذن وهو الذي ركز عليه الأمين العام الأممي أنطونيو جوتيريس في تقريره الأخير الذي أوصى فيه بتجديد ولاية البنورسو لولاية واحدة لمدة سنة دون الحاجة إلى توضيح أن مهمتها الرئيسية هي الإشراف على وقف إطلاق النار وقد وجهت تقرير انتقادات حادة لجبهة البوليساريو بسبب الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرقرات القرقرات التي تتواصل فيها استفزازات البوليساريو وعرقلت حركات السير ما دفع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى القول نحن نرى اليوم قطاع طرق بالمعنى الحقيقي وهذا لن يؤثر على المسال الذي اتخذه المغرب والذي ينظفه وإذن فأن سؤال هذه الحلقة يرتبط بقضيرة الصحراء المغربية وما سيؤكد عليه القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي وكيف يبدو الوضع في المنطقة العازلة مع استمرار استفزازات البوليساريو بينما يتواصل فتح التمثليات الدبلوماسية القنصرية في الأقاليم الجنوبية والإحاطة بمختلف جوانبه وسعيد نوني أن أستضيف الأستاذ عبد الفتاح بالعمشي أستاذ باحث بجامعة القاضي عياد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد مرحبا أستاذ عبد الفتاح مساء الخير أستاذ العزيز والأستاذ محمد بودن المحلل السياسي من الرباط مرحبا أستاذ محمد بودن أهلا وسهلا سيد إبراهيم وعيد مبارك سعيد شكرا جزيلا إذن أستاذ عبد الفتاح بالعمشي مجلس الأمن الدولي أجل جلسته التي كانت مقررة ليلة الماضية وذلك بعدما قررت الأمم المتحدة إلغاء جميع الاجتماعات الحضورية على إثر تأكيد دولة عضو ويصابة خمسة من موظفها لذا فأن الاجتماع الذي كان مقررا عقده بشأن تمديد مهمة المينورسو تأجل إلى الجمعة وسيعقد عبر تقنيات التواصل عن بعد الفيديو لكن مشروع القرار جاهز ويتضمن ما جاء في تقرير الأخير الأمين العام الأممي حول مرتكزات الحل السياسي لهذا النزاع الأقليمي والانتقادات الموجهة لجبهة البلساري حول خروقات وقفة لاقنار والاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن وهذا ما سيتضمنه القرار الذي هو في نهاية قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة إضافية صحيح نحن أمام يعني عشية صدور قرار جديد لمجلس الأمن وكما أشرت في تقريركم منذ 2017 نلاحظ أن هناك تحولا عميقا فيما يتعلق بفهم المجتمع الدولي للطرحين الوطني في حل نزاع السحراء اليوم يمكن أن نتحدث عن طفرة جديدة فيما يتعلق بهذه السنة بالضبط حينما تحول يعني الضغط نحو خصوم الوحدة الترابية جراء ما يقومون به من أفعال وأعمال في المنطقة العازلة بالقرقارات هذه المنطقة التي هي تحت وصاية الأمم المتحدة والتي لا نقول تنازل عنها المغرب ولكن المغرب يطرحها وديعة وفي يعني على عاتقي وعلى مسؤوليتي بعتات الأمم المتحدة في هذه المنطقة بالمقابل هناك عمل قانوني جبار تقوم به الدبلوماسية المغربية فيما يتعلق بفتح القنصوليات العامة بالأقاليم الجنوبية نذكر 15 دولة الآن بالإضافة إلى قنصولية فخرية هذا التصرف وهذا التعامل هو يتوج الآن بإعلان الإمارات العربية المتحدة على أن المغرب لا يتفاعل فقط في محيطي الإفريقي ولكن هناك أيضا مجالات جغرافية اليوم هي مستعدة لكي تقوم بنفس الشيء بالنسبة لدعم طرحنا الوطني من جهة وليت كريسي كذلك الموقف الذي عبرت عنه دول مجلس التعامل الخليجي حينما اعتبرت في البيان الختامي للقمة الخليجية المغربية سنة 2016 حينما تحدث هذا البيان الختامي بلغة واضحة على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية دول الخليج مجتمعة وبالتالي فهذا الموقف هو استمرارية وهو تكريس عملي لهذا الموقف المشترك لدول مجلس التعامل الخليجي إذن نحن أمام معطيات قانونية جديدة أمام تصرفات لدولة ذات سيادة مع دول يضبطها القانون الدولي انطلاقا من اتفاقيات فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 بما يستلزمه ذلك من إجراءات ومساطر لتبادل الوثائق والاتفاق على توسيع العمل القنصلي لهذه الدول في المملكة المغربية لابد للقرار اليوم قرار مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات الجديدة والمتناقضة والتي تضيق على الموقف الجزائري من حيث الأفعال التي تقوم بها البوليزاريو سواء في إفريقيا أو في المحيط العربي أو على المستوى الدولي وأيضا أخذ بعين نظر ما يقوم به المغرب وينكن اعتباره دبلوماسية هجومية لابد أن تؤثر وأن تفرغ كل المحاولات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية من أجل التأثير على موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن المرتقب اليوم الجمعة أستاذ محمد بودن كما أشرنا في البداية فأن قرار مجلس الأمن سيستاني طبعا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي طبعا أشار فيه لمتركزات الحل السياسي ووضحها نعرف أن تقرير وقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 ترشيد بمبادرات الحكم الذاتي وفي القرار كذلك ينتظر وينتضمن ما جاء في تقرير الأمين العام الأممي حول الانتهاكات المتعددة لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من جانب البوليزاريو وكذلك قرارات مجلس الأمن مشيرة إلى تسجيل أكثر من ألف انتهاك تقريبا وهو يمثل أرقام قياسية في سجلات الأمم المتحدة فضلا عنفن جسامة هذه الانتهاكات تبقى أيضا غير مسبوقة صحيح سيبراهيم المؤكد أن قرار مجلس الأمن المقبل وأتوقع أن يحملها رقم خمسة وعشرين ثمانية وأربعين سيؤكد على مسألة انتهاكات جبهة البوليزاريو لاتفاق وقف إطلاق النار وكذلك للاتفاق العسكري رقم واحد وأيضا للقرارات الأممية الصادرة خاصة منذ القرار 2351 الصادر في 2017 والذي أكد على ضرورة امتناع جبهة البوليزاريو عن تواجد والقيام بأنطة ووضع بنايات مسقوفة متحركة في المنطقة العازلة سواء في شقها الجنوبي أو في شقها الشرقي وبتأكيد فبعثة المينورسو في طلعات اليومية تقوم برصد هذه الإخراقات وهذه الانتهاكات التي طبعا يمكن القول بأنها فعلا هي أعمال قطاع طرق أعمال المذمنين على معاكسة نشطة الدول الوطنية في المنطقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأيضا لابد من الإشارة إلى أن المجتمع الدولي أصبح يدرك كذلك وهو مسألة إقامة الدولة السادسة في المنطقة مسألة مستحيلة فأعتقد بأن معايير الحل تبدو واضحة من خلال تأكيد على معيار التوافق والواقعية والبراجماتية والاستدامة وهذا بطبيعة الحال ينطبق بدرجة كبيرة على مقترح المغرب ما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي التي طبعا قدمها المغرب المجتمع الدولي سنة 2007 وهي المبادرة الوحيدة الموجودة على الطاولة ما تقوم به جبهة البوليزاريو اليوم يمثل في الحقيقة انتهاكا واضحا للقرارات الأممية وجرأة على المجتمع الدولي وبالتأكيد فالأمم المتحدة عبر قرارها المقبل ستدعو مرة أخرى جبهة البوليزاريو إلى الامتناع عن القيام بأي نشاط فوق المنطقة العازلة وبالتأكيد تكون هناك تدابير عملية وإجراءات فعالية فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الانتهاكات لا شك أيضا أن المملكة المغربية اليوم عبر توسعة قاعدة الاعتراف الدولي الميداني بمغربية الصحراء فإنها تحرج كل الأطراف التي تتبنى طرح جبهة البوليزاريو ف15 القنصلية بحضرتين العيون والدخلة بالأقاليم الجنوبية يعززان أولا الجهد التنموي على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالنموذج التنموي الأقاليم الجنوبية والبناءات والأوراش والموانئ التي ستذهب بعيدا وستترك ما يقوله الأصحاب النزع الانفصالية وراء المغرب سيترك هذه الطروحات وراءه لأن القطار كما قال السيد وزير الخارجية قد انطلق ولن ينتظر هؤلاء وبالتالي فإضافة إلى هذا الاعتراف هناك كذلك مقاربة حقوقية منفتحة وهناك كذلك عملية ديمقراطية يعني تفرز الممثلين الشرعيين للساكنة هؤلاء هم الممثلين الشرعيين وبالتالي تسقط في الماء أسطورتين أو أطروحتين هما الأراضي المحررة وكذلك الممثلين الشرعيين تماما أستاذ أبتح بالعمشة لبعد أيام قليلة من تقديم الأمين العام الأممي وانطوني جوتيريس تقريره لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية وصلت جبهة البوليساري خروقاتها في المنطقة ووثقت مروحية تابعة الأمم المتحدة للقوات المينيرسوف الأحد الخامسة والعشرين من أكتوبر تفاصيل اعتداء جماعة البوليساري على سائقي الشاحنات المتجهين إلى موليطاريا اتلاف أطنان من الفواكه والخضروات في تحدي للمنتظم الأممي الذي دعا عناصر الجبهة إلى الانسحاب من منطقة القرقرات وكان استفادة نجاريك المتحدة بسبب الأمين العام قد نذكر بأن حركة السائل المدنية والتجارية المنتظمة لا يجب أن تتعرض للعرقلة بالقرقرات ولا يجب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تغييرا في الوضع القائم في هذه المنطقة أعتقد بأن الأعمال التي يقوم بها البوليساري في هذه المنطقة هي مرفوضة وهي تضع الخصوم الوحدة الترابية وهذه الحركة الانفصالية في مواجهة مباشرة مع الأمم المتحدة ومع المهمة التي تقوم بها باعتدت المينورسو اليوم نحن أمام تصرف ربما أقل ما يمكن أن يقال عنه هو تصرف غير معقول ولا يمكن أن يمر بالنسبة للأمم المتحدة بأن تضع الملاحظة وأن تكون حاسمة وصارمة في التعامل مع هذه التصرفات خاصة أن الأمر تكرر أستاذ بالعمشي فنتذكر عام 2017 قبل ثلاث سنوات كذلك كان هناك قرار لمجلس الأمن وأشار إلى مسأة في القرقلات بحيث لا يمكن لضبط النفس الذي تعبر عنه المملكة المغربية في مساعدة الأمم المتحدة في إيجاد تسوية لهذا الملف أن يستمر إلى مالا نهاية كما أشرت بأن هذه المنطقة هي تراب مغربي لا أقول بأن الأمم المتحدة لا تمتلك الآن الوصاية بناء الاتفاق بـ 1991 بين المغرب والأمم المتحدة لكي تكون هذه المنطقة منطقة عازلة ولكن من حق المغرب أن يرد ويصد أي عدوان على هذا التراب وبالتالي فإما أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية كاملة أو أن يكون هناك تصرف ربما في القادم من الأيام هناك من بين المبادئ الأساسية فيما يتعلق بهذا النوع من المعابر في العالم كله هو الأمان والسلم الذي يجب أن يضمن للعابرين سواء من الأشخاص أو من السلع وبالتالي فهناك أيضا نوع من العدم الصرامة في التعامل مع هذا الموضوع اليوم أقول بأن ربما هذه التصرفات هي كانت في البداية تحاول أن تلفت انتباه المجتمع الدولي ومتخذي القرار داخل مجلس الآمن لكي يحسسوا كما يفعلون دائما بأعمال وتصرفات يحاولون أن يضغطوا من خلالها على المنتظم الدولي اليوم أعتقد بأن العكس هو الحاصل هم يقدمون اليوم هدية لطرح الوطني المغربي خصوصا أمام ما يقوم به المغرب من الناحية الدبلوماسية ومن الناحية الواقعية ومن الناحية القانونية ومن الناحية التنموية المجتمع الدولي اليوم لم يعد لديه أي مبرر لكي لا يستمر في دعم الشرعية والمشروعية للطرح الوطني في حال النزاع السحرة اليوم الفضاء الإفريقي الذي كان المجال الوحيد للنزال الدبلوماسي بين المغرب والجزائر نلاحظ بأن الدول هي تفتح حكم سوريات عامة نلاحظ بأن الاتحاد الإفريقي منذ 2017 لم يصدر أي قرار يعاكس طرحنا الوطني فيما كان متبعا في السابق من خلال الكولس بين خصوم الوحدة الترابية وبين بعض الأطراف داخل المفوضية بالاتحاد الإفريقي اليوم أعتقد بأن المغرب يسير وفق استراتيجية دبلوماسية وسياسية وتنموية هي تفهم العالم كله بأن المسألة تحتاج فقط إلى قرارات صارمة فيما يتعلق بوضع الحق لأصحابه وفيما يتعلق بالحسن في هذا الملف بالخصوص أمام التطورات الدولية العميقة والاقتصادية جراء جائحة كورونا التي أصبحت تلقي بضلالها على العلاقات الدولية اليوم المجتمع الدولي ليس في حاجة إلى حل النزاعات من منطلقات سياسية أو عسكرية اليوم المنطلق التلموي هو الوحيد الكفيل بحل هذا النوع من النزاعات تماما أستاذ أستاذ بل عمشي أستاذ محمد بودن نعود إلى القرقرات فإنها فعلا عمليات تخريب ونهب وسلب واستغلال البشع للأطفال والنساء الذين تم استقدامهم على متنع عربات عسكرية من مخيمات تندوف إلى القرقرات لخرق توتر جديد في المنطقة وكأن الأمر يتعلق بعملية عسكرية بامتياز جاءت بعد تسخينات وتصريحات وتهديدات من البوليساريو أعتقد أن هذه الجماعة لا تعرف الفطوة التي يمكن أن تقدم عليها في المستقبل لذلك فهي تتصرف يمكن القول بتهور وفي عملية انتحارية تدفع ببعض الأفراد الذين يمكن القول بأنهم في الحقيقة هم أبعد من قربهم قرب موجودين قرب النقطة الكيلومترية 55 القريبة من النواطيب ولكن في الحقيقة قيامهم بحفر الطريق ويعني الاقتلاع الإسفلت من الطريق يعكس حقيقة الرؤية التخريبية التي يتبنى هؤلاء ولا يمكن أن نقول حتى الأمم المتحدة يجب أن تعرف هذا لا يمكن ضمان أن هؤلاء الأشخاص هم فعلا مدنيون قد يكونوا فعلا عسكريون بزيء مدني ولا بد من الإشارة كذلك إلا أن ما يقومون به هو اعتداء على الأمن الغدائي لبلد جار وهو موريتانيا لحيث وكذلك غرب إفريقيا لا يمكن لجماعة فصالية أن تواصل عملها التخريبي وعملها الذي يعاكس توجهها الاستقرار والأمن طبعا هم مبدأين أساسيين في عمل المتحدة ولذلك فالأمم المتحدة عليها أن تقوم بتنزيل الاتفاق العسكري رقم واحد لأن جبهة القوليزاريو قامت بتوقيع الاتفاق مع الأمم المتحدة وليس مع المغرب لذلك فالأمم المتحدة عليها أن تتخذ قرارات أكثر فعالية أكثر عملية من أجل ثاني هؤلاء على مغادرة المنطقة وعدم القيام بأي نشاط فيها وعدم طبعا الاعتداء على الممتلكات التي وضعها المغرب والأرض التي وضعها المغرب يعني في يد الأمم المتحدة من أجل تجنب الاحتكاكات من أجل الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة ثم أن هذا المعبر هو الوحيد والذي بطبعات الحال يعني تتنقل فيه ثروات عدد من البلدان بالإضافة إلى الثروة المغربية كذلك لا بد من الإشارة إلى أن هذا المعبر الوحيد هو معبر فيه الجانب الإنساني قد يتنقل فيه المرضى بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا ثم لا بد من الإشارة إلى أن معبر القرقات هو معبر استراتيجي قد تكون للمغرب قد تكون للمغرب طبيعا الحال خطة بديلة عن طريق بناء ميناء وبالتالي الانفتاح البحري على إفريقيا المغرب لا يمكنه أن تثنيه هذه الخطوات المترددة وهذه الأفعال التي يمكن القول بأن مدمنة على التخريب وعلى التعامل بالفوضى انطلاقا من الفوضى المغرب له خيارات كثيرة وقد تكون أمه خيارات متاحة أخرى وسيستعملها عن طريق الترسانة الدبلوماسية وعن طريق الآليات القانونية هناك الآن انتهاكات موثقة من طرف بعثة المينورسو وتأكيد المملكة المغربية عبر القنوات الدبلوماسية تكون قد تواصلت مع محافظ السلام في الأمم المتحدة من أجل تبليغه بهذه الانتهاكات سواء على مستوى القرقارات أو على مستوى مناطق غوينيت وميجك والبر الحلو وتيفاريتي وهذه مناطق أغلبها أكدت عليها الأمم المتحدة في القرارات السابقة خاصة القرار 23-51 متعلق بالامتناع عن القيام بنشاط في القرقارات وأيضا القرارات اللاحقة سواء القرارات 24-14 و24-40 و24-68 و24-94 أكدت كذلك على ضرورة عدم قيام البوليزاريو باختراق هذه المنطقة العازلة لأن المنطقة العازلة لها وضعها القانون ووضعها التاريخي وأيضا يعني وضعها فيما يتعلق بحماية السلام والأمن فأعتقد بأن هذه المجموعة تريد أن تستفز لكن في حقيقة لن تنجحها لأنها مجموعة مارقة ومجموعة مدمنة على التخريب وهذا ما قاله أستاذ بن عمشي وزير الشؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج عندما تحدث عن عصبة قطاع طرق وقال أن المغرب ماض في طريقه رغم كل شيء المملكة المغربية ماضية في مصارها وأعتقد بأنه لن ترتهن بالمصار الأممي لأن المملكة المغربية على مستوى المصار التنموي فهي تقوم بعمل تنموي جبار يستفيد منه أهل الصحراء على المستوى يعني مدينة العيون على المستوى مدينة بجدور على المستوى الداخلة على المستوى مدينة سمارة أو غيرها من الحواطر ثم أيضا على المستوى الديمقراطي الإنخابات في هذه المدن تعرف أكبر نسب مشاركة وهذا رقم دال يعني يتبين وتبين حتى على مستوى مشاركة المنتخبين وممثل الساكنة في مباحثات جينيب واحد وجينيب اثنين وأعطوا درسا للبوليزاريو التي بطبيعة الحال لم تجد مبررا أو لم تجد تفسيرا تقدمه للمخيمات التي تعرف حقيقة وضعية فيها حرق للشباب وتضييق على الشباب وأيضا يعني يعني يمكن القول بأن المخيمات وولاياتها ما يسمى بولاياتها فهي على كف عفريت ويمكن بأن المسألة المتعلقة ب يعني حتى الجزائر تتحمل مسؤولية في هذا الأمر تماما تماما تصريحات نصر بوريت حول قطاع طرق جاءت في لدولة صحفية ومشترك الأسبوع الماضي بالداخل مع ناظريهم من غينيا بيصاو وغينيا سيوائي عقب افتتاح قنصوليتي بلديهما بالداخل واعتبر بوريت افتتاح سعبع قنصوليات الآن بالداخل عشية تخليد الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء يعكس هذه التطورات الإيجابية خاصة فيما يتعلق بدعم مغربية الصحراء من قبل دول شقيقة وصديقة صحيح ما أشر إليه السيد وزير الخارجية والتعاون وإن كان بلغة واضحة وبخطاب غير مألوف بطبيعة الحال من قبل وزارة الخارجية إلا أنه يبقى خطابا دبلوماسيا أمام هذه الانتهاكات وهو موجه بالأساس إلى مجلس الأمن الذي سينعقيد بحيث أنه لابد امتخاذ قرارات صارمة لأن كما أشرت بأن ضبط النفس بالنسبة للمغرب وللجنود المغاربة وللمتواجدين وللمتنقلين عبر هذا المعبر لا يمكن أن يستمر إلى مال نهاية من جانب آخر هناك معطيات حقيقية وواقعية وقانونية هناك وزراء خارجية يزورون المنطقة ويفتتحون قنصليات عامة بمعنى أن هناك قرارات لحكومات كانت في السابق ربما وهي داخل الفضاء الإفريقي كانت في السابق غير واضحة في مواقفها اليوم هناك كثير من الوضوح فيما يتعلق بترحيل الوطني وبشرعيته وبمشروعيته وبالدعم الدولي له سواء من خلال المجتمع الدولي عبر قرارات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة الثلاثة أو عبر هذه التصرفات الإيجابية والمبادرات الإيجابية لهذه الدول في رفع تمتليتها القنصلية في المملكة المغربية اليوم نحن أعتقد أمام تحول استراتيجي فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية لم يعد هناك ما يمكن أن ينطل سواء على الرأي العام الدولي من قبل الإعلام المعادي أو الإعلام الخصوم الوحدة الترابية أو حتى من بعض الدول التي كانت لمصالح معينة تعاكس طرحنا الوطني كجنوب إفريقيا مثلا اليوم القرى الإفريقية يعني تمتلك مفهوما واضحا حول شكرا جزيلا أستاذ عبد الفتاح بالعامش شكرا جزيلا انتهى وقت البرنامج أستاذ عبد الفتاح شكرا جزيلا شكرا على انتباهكم شكرا لضيفي الكريمين ولزمين محمد الغول شريكي في عدد هذا البرنامج ولكفة أفراد التقامة التقني والفني المشرف على إنجازه دمتم بخير الأسبوع القادم بتجدد اللقاء في سؤال جديد اشتركوا في القناة